اشتركوا في القناة منها افضفض ولانا ما عندي احد يعني افضفضة غير فهد السبك وغير كذا اسألكم يعني نفس الشي اسألكم سؤال هو اتمنى اعرف انه اغلبية راح يتجاوبون على هذا السؤال لنا السؤال يعني توقع انه مدري وش اتوقع اوكي خلنا بدأ اوكي طبعا انا ترفونا حين انا عمر 18 اوكي يعني اعرف سوي كل شي وكذا لكن ما عندي رخصة لما الان لان انا عايش بره طبعا ايضا اني اخذ الرخصة او اطلع رخصة هنا في لندن اا طبعا ترفونا السواقة في لندن غير السواقة في لندن عكس اام ام مثلا دراكسون مثلا في خانجوف سعودية او في العالم الباقية يكون علي صار في لندن يكون على اليمين. يعني لكن انا ما اشوف انها مشكلة يعني ما اشوف انها مشكلة كبيرة يعني بغالك بس تتعود يعني. طبعا السؤالي هو انه وش ناوي انت المشاهد وش ناوي تشتري تكون يعني اول سيارة لك وش ناوي تشتري. ما قلت ترح اشتر فراري. يعني سيارة عادية مو شرط يعني على حسب يعني الميزانية حقتك. يعني كل واحد ويتفرق ميزانيتها. انا عن نفسي. طبعا انا ناوي اني اشتري سيارة كلاسيكية. اول سيارة لي ناوي اشتريها اللي هي لينكن كونتننتل 1967. يعني اتكلمت مع ابوه ويقولت له كذا. اصلا هذه السيارة رخيصة مرة. بس المشكلة ايش? المشكلة انك ما تلاقيها في اي مكان. طبعا انا دخلت في المواقع. بحثت وكذا وكذا وكذا. لقيت في واحدة يعني في اكثر من واحدة في لندن او في بريطانيا خنقول. طبعا في كثير منها في امريكا. لكن المشكلة ايش? خنقول انا باشتريها هنا. خنقول انا شرعتها مدر هنا في لندن. بعد ما يعني. اذا جيت ارجع السعودية ما يمدي هاد المشكلة ايش? انه ما يمديني اجيبها معي. لان في نظام ما يخليك انك تجيب سيارات يعني قديمة في السعودية. اه ما يمديك تسوق فيها اذا بمكانك تخليها يعني مجرد يعني. اوها عرض يعني يعني يقوله العرض بس. ما يمديك ما يمديك تستعملها فى الشوارع. هل المشكلة? اه طبعا يقول. كذا واحد قال لي انه بامكانك مثلا تشتريها من الدول الخليج الجنب السعودية. يعني الدول الجنب السعودية. سواء الإمارات أو القطر أو شيئا كذا على حسب يعني وين البائع بالضبط وتأخذها يعني من هناك تجيبها إلى السعودية يعني من عند الحدود فهذه الفكرة حلوة تبون الصدق طبعا أنا لما الآن يعني ما بحثت أو ما لقى أو ما سألت عن الناس عندهم سيارة هذي في السعودية أنا متوقع أن في السعودية في كثير عندهم سيارة كلاسيكية تعرفون أنه السعودية يعني الشباب كلهم يحبون سيارات أو فرق خليج في شكل عام يعني ما في أحد ما يحب السيارات الجميع يحب السيارات طبعا ليه أكيد تقولون طب وش تبيب السيارة الكلاسيكية كل واحد يعني ستايل حق أو ذوقة أو الشي حب الضبط أنا عن نفسي تعرفوني أتوقع أن أقلتها مليون مرة تقريبا في كل فيديو أقولها أنا من الناس اللي يحبون سيارة كديمة في أحد يكرا سيارة كديمة فلاكس أنا شوف أنه من نحت الشكل حتى من نحت الشكل يعني أحسن لما سأدخل بشارع بشارجر سكستي ناين أو لينكن سكستي سيفن رح تلفت انتباه لكن لوما سأدخل بفراري خاص شي ناس متعودين عليه فهذا هذا ليس أن ألفت انتباه بس هذا مجرد مثال يعني مجرد مثال فهذه السيارة اللي ناوي أشتريها يعني خلاص يعني بإذن الله بإذن الله راح أشتريها إذا ربي يعني كتب لي أن أشتريها إن شاء الله راح أشتريها في يعني حاليا لو 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 بطور في لندن يعني احتمال أنه يغير الروح أمريكا يعني ما أدري ما أدري يعني ما زلت يعني قاعد أفكر فإذا بكد هنا راح إن شاء الله أنه أطلق لسيارة عادية يعني ما أقوله ما زلت أفكر أنه شكلي يعني عجبتني السيارة الألفا روميو جوليتا صراحة مرة عجبتني تبون الصدق أدري تقولون أنه وش سيارة عادية مخيسة زي ما قلت لكم يعني كل واحد ذوقه يعني هذي ممكن تكون سيارة عادية يعني أنا ما يهم من السيارة أنا أبدا ما يهم من السيارة السيارة إلا إذا كان غالي مرة هذا أوكي ما يمدك تدبها اللي قسدي اللي فوق خنقول فوق أربعمائة ألف وخمسمائة ألف هذي أنا ما زلت شاب ما يمديني عليها لأنني أبوي مب الملك عبد الله فسنك كده لكن في السيارات مثلا عندك سيارات كثيرة يعني زي الشارجر والشالجر والكرايزلر يعني السيارات هذي اللي مئة ألف يعني ماكسمم مئتين ألف هذه السيارات وفي كثير بعد أقل من مئة ألف هذي السيارات غالبا تعجبني تعجبني أكثر من السيارات الغالية طبعا تدرون ليه ما أحب البوغاتي لأنها أولا شكل ثانيا سعر فا يعني من ناحية السرع مديني أجيب سيارات أسرع من البوغاتي وأرخص فا هذا اللي يكررني في البوغاتي يعني ما أدري ليش الناس يحبون يعني حسنها حسنها بيارة كذا تمشي بيارة تمشي ما أدري كيف قلت هذا الشي بس أنه مخي والجبل مخي والجبل فاي زل ما شفون صورة الألف روميو هذي هذي بطلة تبون الصدق يعني معقولة عشان بعد تبون أحمسكم كانت موجودة في فيلم فاستن فيوريس الأخير وهي ألفتت عن انتباهي ترى يوم جاته الفيلم طبعا أنا كنت يعني كنت حط عيني عليها من قبل الفيلم هذا فيوم شفت فيلم قلت دايام والله سريع الراحت طبعا هي ما هي بسريع مرة لكنها معقولة طبعا أنا مو بالناس اللي يحبون السرعة وهذي يعني هذه السرعة يعني لو بسابق أوكي بسابق أحد يعني لكن أنا ما ليبت فيلم فاستن فيوريس عشان لنقذ سابق أحد في الشوارع عشان ما أعرض الناس الخطر الناس الباقين فهذا مجرد كمانتري بسيطة حبيت يعني تكلم معك معا شي مو لازم كل فيديوهاتي تكون جدية ومو لازم فيديوهاتي تكون كلها معلومات وكذا يعني مجرد فضل فضل مجرد سوالة بسيطة بعض رح يعني تغيض جو فأتمنى تعطوني أجاباتكم في الكمل ساكشن وش ناوي تشتري سيارة سواء غريب أو سواء في المستقبل عدتوني أنا أخوي فيصل دهمش تعرفوني فيصل دهمش حق قناة قد نسولف هو برضو ناوي ناوي تشتري سيارة فقادي نسولف طبعا أنا دجيت تفكر أنك تشتري سيارة مرة تحتار بس إذا قمت يعني خلاص في بالك سيارة من زمان فما عندك مش كذا طبعا في واحد مدري ما أتذكر منه بس في أحد سألني قال سمان وش ناوي تشتري سيارة من زمان هذا من ممكن كم أسبوع كذا فأنا رديت عليه وقلت التشالينجر التشالينجر الدوج طبعا اللي هو الجديد مو القديم يعني فيه قديم الزبدة طبعا التشالينجر يفرق يعني إذا أنا مثلا باشتري خنقول أنا باشتري مثلا لينكن 67 هاي السيارة يعني ما هي بحقة شغل يعني حقة بس طلعة تمش كذا بس لكن لو باشتري مثلا سيارة مثلا يعني الأشغال وكذا 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 أتوقع عني يعني حط في بالي سيارتين اللي هي الشالينجر والكادلك CTSV واقن مو بالعدية الواقن الواقن صراحة عجبتني أكثر من العادية شوفوا من الصورة هنا صراحة أنا مرة 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 عجبتني بطلة فش راكم فيها أتمنى 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 أراكم أنا أحب السيارات كذا الغريبة شوية ولا يعني في السيارات يعني تعجبني كذا فيها لمسات كذا تخليك كذا يعني فان انتو وش راعكم يعني بالحاجات اللي أنا تكلمت عنها بالسيارات اللي تكلمت عنها وغير كذا اتمنى سعتوني اجابتكم في الكمينت سكتشن كان معكم سببا أريد فيه رشوف الفيديو جاي يا الله مع السلامة